الحكومة تخطئ الحكومة تتكى بالخطأ سواء الخطأ باللي قلت من الناس اللي دخلوا دخلوا نتيجة قرار خاطئ مجلس وزراء واختلطوا بالناس ثم هم ايضا اكتشفوا الطامة الكبرى اللي هم سبب فيها اكتشفوا في الكويت مادر يا همان لما اذكر من سمعت هذا الكلام قبل في الكويت اكتشفوا امري الامر الاول هو هذا العدد الهائل الرهيم اللي لا يمكنكم مسؤول عنه اللي جهة واحدة الحكومة اللي هم يقولون يسمونه بين غسلين المخالفين اللي اقامة شلون مخالفين اقامة اسراء لدهم الى مئة وخمسة الف انسفرتم منهم خمسة او ستة او عشر تلاف انت ما حلته مشكلة ضم الكبرى اللي اكتشفوها وايضا هو سببها الحكومة سببها هو هذا التكدس الرهيب لهذه العمالة طبيعي كان معروف من زمان موجودين في مناطق معينة لكن انا اعتقد ما كان اكثر الناس تشعوم تصورنا الحكومة كانت عاجزة من متابعة وجود هذا الحشد البشري الرهيب اللي يمكن يكون احيانا في شقة واحدة او في بيت واحد او في عمارة واحدة واحجانا حتى تناوب اللغام على سرير واحد هذا الكلام اللي كان يقولونا كل المخلصين في الكويت اللي كان يقولونا كل المصلحين في الكويت ان ادارة البلد ادارة زي سيئة هذا كلام حين مو عنا نقوله هذا كلام اكتشفت الحكومة اعلنت الحكومة واعلنت بكل اسف حيانة بالشكل سيئة اشتركوا في القناة